يسابق الشيخ سيدي الزمن لإكمال تبريط هذا الشارع بالحجارة التقليدية التي دخلت إلى مجال العمارة في معظم المدن الموريتانية كبديل لمواد البناء المستوردة من الخارج رغم المشاكل الكبيرة التي ما زالت تعترض هذه الصناعة والتي في طالعتها بداية الوسائل المستخدمة في مقالع الحجارة عندها مشكلة الأولى مشكلة القديعة القديعة ما عندها وسائل عصرية نهاية جن عندها وسائل يدوية قديمة ينقال له براميل وبيوس وبيل هذا وهذا ما يوفره المواد التي يجعلها على مستوى الموريتاني تزيد على ذلك المؤمنة أنها في الأولى الأخيرة عادت رايشها نسبيا نقوله 50% 45-45% التي يعانوهم المنازل خصوصين عودة الأبنية الحجرية إلى مشهد العمارة الحديثة في موريتانيا أوجد اهتماما متجددا بالمجال وفتح فرصا واعدة لانتعاش النشاط يعكسها تنامي ورش صناعة وحدات البناء الحجري في مقالع خاصة تعمل على استخراجه ونحت الحجارة لتكون صالحة لتزين واجهات المنازل والمؤسسات الحكومية الحجارة الطبيعية المستعملة في البناء يمكننا القول أنها مرتب عدد مراحل المرحلة الأولية كانت تستعمل فقط في المدن الموجودة فيها المقالع كي تمدينة طار ومدينة العيون ونعمة على سبيل المثال يقير في السنوات الأخيرة تم استجلابها لعددة مدن منها نواشطة على السفرائيسية أنشأت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة مؤسسة أمومية لتنفيذ الأشغال المنجزة بالحجارة التقليدية عهدت إليها القيامة برصف وتزين الشوارع والمحاور الطرقية بالعاصمة باستخدام هذه الحجارة للمحافظة على الطابع التقليدي للعمارة الموريتانية تتنافس الأسر الموريتانية في تزين واجهات منازلها بالحجارة القديمة كنوع من التباهي والتمسك بتراث المدن القديمة لأن هذه الصناعة تواجه مشاكل بنيوية حتى تكون بديلا للمواد المستوردة من الخارج محمد حيات قناة الغد واكشوط